منذ دلاع التظاهرات في تشهين الأول من العام الماضي تعرض العديد من الشبان في سوح الاحتجاج إلى عمليات خطف وقتل وتعذيب معاقبة لهم ولتكميم أفواههم المطالبة بالحرية ووقف التوهول الإيراني في العراق ورحيل الطبقة السياسية الحاكمة روى عدد من الضحايا الطريقة التي جرى فيها اختطافهم بالقرب من منازلهم أثناء عودتهم من ساحة الحبوب وسط الناصرية بعدما طلعت من الساحة جماعة جو مجهولين يعني ما عرفوا خذوا من المكان خارج المحافظة قاعدون في الوراء واثنين واحد مننا واحد مننا أنا بالنص ومسدس حاطين ببطني خاصرتي ضرب وتعذيب وتنكيل لأي من طوال السبب بكل بساطة هو المشاركة في التظاهرات والاعتصامات ديمة شتفة وعيوني مغمضة فضربوني أدفهم صندات وشداليق يعني أذوني بالضرب كلش بقيت عدتهم تقريبا أربعة أيام أقولوا ما السبب يقولوا لي أنت ليش أنت تحكي علينا وتطلعت الظاهر علينا خططافة كان السبب اللي أجي للساحة بسبب يعني تسقط غير حزاب الفازدة والزمر الفازدة تعرضت للتعذيب يعني خذوني المكان ما أدري شنواشن لم يكن الضرب والتعذيب هو الوسيلة الوحيدة للترهيب فقد وصل التهديد إلى حد القتل والتصفية حتى لعوائل المختطفين وهي الطريقة المثلة بنظر الخاطفين لضمان عدم عودة هؤلاء الشباب إلى ساحات الاعتصام هددوا 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 عائلتي كذلك قالوا راح نبصمك على ورقة تعاونا وخذ عليك إذا وشفناك لو صورناك لو لجحناك بالحبوبي طبق وحدك كافي عليك إذا شفناك أو حجيت عن طريق الموقع التواصل الاجتماعي وعلى الرغم من كل ذلك يبدو أن جيلة شرين كما يحبون أن يطلق عليهم لا يأبهون ومستمرون بالتحدي رغم ارتفاع عدد القتل الذي تجاوز الستمائة والإصابات التي فاقت العشرين ألفا رغم التعذيب واللي سوا بي وعالتها مددوها كذلك فس الحمد لله والشكر راح نرجع ورجعنا وراح نرجع عقوة بعد أطلع غصفا عليكم لازم نريد وطن قضيتنا مو قضية واحد يموت واحد يحيه قضيتنا قضية وطن وتشهد ساحات الاعتصام في بغداد والمدن الجنوبية موجات متتالية من العنف تقوم بها جماعات وفصائل مسلحة مقربة من إيران وبطرق مختلفة منها حرق الخيام والطعن واستخدام الرصاص الحي من قبل ميليشيات معروفة وأمام مرأة ومسمع القوات الأمنية في كثير من الأحيان أنظم إلينا مباشرة بغداد المسعف والناشط خلدون الصعب خلدون مرحبا بك إلى نشرتنا بداية هناك من يتحدث أنه كل ما يخرج رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ببيان أو خطاب تكون هناك حملة جديدة للاعتقالات من قبل سواء أجهزة أمنية أو ميليشيات ما هو تعليقك؟ تحية طيبة أولا أريد أن أوضح عدة نقاط اليوم عدة نقاط نحن تحدثنا بالسابق على استخدام بنادق الصيد لكن اليوم أريد أن أتحدث عدة نقاط عن الاستمرار بالاستهداف للمسعفين وخطف المسعفين قبل الاستهداف أنا وجهتك سؤال خلدون دعنا نجير هذه النقطة سنتحدث عنها سألتك سؤال عن استمرار تابعت التقرير استمرار حملات الاعتقالات وسألتك عن موضوع الخطاب المرتبط بعمليات الاعتقال هو يقول نحن مع الناشطين أنا أدعوكم إلى استمرار التظاهر ومن جانب آخر قوات الأمنية تقوم بعمليات اعتقال تعسفية وإخفاء قصري للناشطين جاوبني على هذا السؤال الله يرضى عليك حتى أكون صريحة العبارة أنا اليوم من أطلع حتى عبر قناتكم أنا أطلع كدور مسعف لأنه بصراحة أخاف أتكلم بالتفاصيل السياسية ماشي طيب أتركني من هذا السؤال حتى لا نسبب لك مشاكل فأتكلم عن الاستهداف التي يصير عن القوة المفرطة كم حالة سجلت من الاستهداف ببنادق الصيد طبعا خلال هذه الأسبوع خلي أكون صراحة نحن نأتي على عدة تفاصيل أنا ليس أغضل ساكت أو صام ساكت عن الأحداث التي يصيرها لازم أتحدث عن الاعتقالات التي تصير البرحة تم اعتقال مسعف وقبلها تم اعتقال مسعف وللأسف استهداف المسعفين أيضا المسعفين يتم استهدافهم ببنادق الصيد يعني المسعف هو الوحي الإنسانية اللي يسعف الجميع أحنا أنا ذكرتها سابقا قلت أبو الشغب إذا ينضرب المسعف راح يسعفه ما راح يتركه واقع استخدام القوة من الطرفين إذا يتم من الطرفين للأسف استخدام القوة المفرط يعني قوات مكافحة الشغب أقوى يعني استخدام الرصاص الرصاص تعدد استخدامه من الطشاري إلى الصجم الصغار إلى حتى عفوا بنادق الخنازير يعني خرطوش الصيد هذا البرحة حالتين خرطوش الصيد اللي خاص بقتل الخنازير البحث لهم حالتين وخلال هالأسبوع حالتين نستشهاد باليوم الواحد نستنب 16 حالة أنا أجول أسعف الحالة على الأرض وأنقلها للمستشفى للأسف أنا صرت ثابتة بمفرزة تعاونت مع الأصدقاء أثبت بمفرزة ونستلم الحالات اللي دا تجي يعني نسمع حاجيهم أنتوا ليش دا تضربون يقولون أنتوا دا تتواجدون منطقة ممنوع عليكم تتواجدون 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 بي أوكي نجو يوم بهذا التفصيل بس هم نرجع نقول استخدامكم للقوة المفردة بالرصاص الحي وبالخراطيش الصيد هذه مرفوضة مرفوضة استخدم بندقية المطاطس استخدم يعني اليوم طيب 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 سيد خلدون الحكومة اليوم دا تابع حتى أكو ضعف دا يصير سيد خلدون ما هي أسوأ حالة أنت ربما نقلتها أو عالجتها خلال الأيام التي مضت جاني شخص مصوب 120 اطلاقة بجسم الرصاص الصجم الصغار وموجود التوثيق يعني عندنا التوثيق يعني أنا بس وقفت النزيف يعني أنه مضرب عدة وريد بعدة أجزاء من جسمه وريد يعني من عدة أجزاء فقدم كثيرا سدينا الجرح مالته وحولنا للمستشفى الإجراء بالمستشفى أيضا صعب لأنه أكو ضغوطات اليوم على وزارة الصحة وأكو ضغوطات على المستشفيات بخصوص جرح التظاهرات أعيد وأكرر المستشفيات لازم تكون تعاملها مع جرح التظاهرات كتعاملها إنساني البعد السياسي والأحزاب لازم يكون بعيد السياسة بالتالي هذا موضوع الاستفرام الجرح اليومي يعني أفهم منك أن هناك إختار إلى بعض المستشفيات أنه لا تستقبل الجرح المتظاهرة ليس كذلك صارت حالة لا 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 صارت حالة حتى أكون واضح أحد الجرح خاف يصعدوا إسعاف الدفاع المدني طبعا الدفاع المدني تحية كبيرة لهم على جهودهم اللي متواجدين منها بيها كمسعفين وبنفس الوقت كإطفاء الحراق اللي تصير المتظاهرين خافوا يصعدون وإياه الدفاع المدني ويتوجهون للمستشفى قالوا اعتقال يصير صعدت أنا بنفسي بأحد سيارات الإسعاف وتوجهنا بالمستشفى الاعتقال ماذا يصير بالسيارة الإسعاف حتى انغالط هذه المعلومة اللي تنتشر وللأسف المصابين خافوا يصعدون بسيارة الإسعاف الاعتقال يصير من بعض الجهات الحكومية المتواجدة قرب المستشفى لماذا تم استخدام أكو اعتقالات واضح سيد خلدون لكن هناك من يتساءل القوات الأمنية التي تواجه المتظاهرين استخدمت العديد من الأسلحة يعني ابتداء بالقنابل الغازية والقنابل الصوتية بمدايات قريبة واليوم نتحدث عن بنادق الصيد ما سر استخدام هذا التكتيك يكون صوت ما بيه بالتالي قنابل المنطقة مفتوحة للمدنيين هي هنا المشكلة أنهم فاتحين منطقة للمدنيين بالعبور ما بين المتظاهرين والمضحك المبكي بالموضوع أنه أغلب الإصابات تجي من المدنيين ليس من المتظاهرين يعني اليوم طالب اليوم طالب الملزم ومالت إجاني قبل شوية مضروبه برجلة نحاول اليوم نطلع على قناة الحرية يعني عذرا حتى أكون صريح سيقولون أنت طلعت على قناة الحرية قناة تدفع بعدا عن هذه المسميات التي للأسف ندعو كل قناة تنقل الأخبار بموضوع وحيادية تتهم بأنها قناة عميلة لا نقول تساند المتظاهر ولكن تنقل الحقيقة على الأقل ولكن خلدون يعني أتوجه لك بسؤال أخير إلى متى يعني إلى متى ستستمر هذه المواجهات ألم تتحدث الحكومة أنها أخطرت القوات الأمنية بعدم التعرض إلى المتظاهرين هل هذا صحيح هل فعلا أخطرتهم بهذا الموضوع أم أنها فقط تتحدث في الإعلام شيء وعلى الأرض تطبق شيء آخر حتى أكون واضح هناك استفزاز اليوم هناك فكرة أن القوات الشغب تدخل إلى ساحة التحرير من افتهمنا أن قوات الشغب لا تدخل إلى ساحة التحرير لكن تمنع التصعيد يكون خارج السنك وقطع الطرق فالمتظاهرين الذين لديه أخوه مستشهد والذين لديه صديقه مستشهد والذين لديه أصدقاء جرحى هذا بعدها عندها غليان وعدها عدم ثقة بالقوات الأمنية المتواجدة حتى أختصر الوقت عليك حالتي صارت أنه قنابل رمت على القوات الأمنية المتواجدة التي هي قوات مكافعة الشغب نعم هناك مندسين يدخلون ساحة التحرير يجب أن تكون سيطرة التفتيش إذا تريد القوات الأمنية فعليا تركز على مداخل ساحة التحرير من ناحية التفتيش حتى لا يصبح خرق وضرب على ضرب بالأي داحية سيد خلدون هل تقصد أن المتظاهرين يعني يعتدون على القوات الأمنية هل هذا ما تقصد المتظاهرين المتظاهر العادي عفوا المتظاهر العادي تصعيده بالإحجار وتصعيده بالمولوتوف سيكون صريح لكن كيف تدخل هذه المواد إذا لم يكن تفتيش إذا يصبح تفتيش شديد على هذه المنطقة ساحة التحرير هل هم متظاهرون فعلا أم مندسون هل هم فعلا من المتظاهرين أم مندسين المتظاهر السلمي المتظاهر السلمي لا يحرق لا يأذي فأكون مندسين يصبح والمشكلة أن المتظاهر السلمي يتواجد هناك بحرقة قلب فالقوات الأمنية لازم تستوعب هذا الشي لازم تستوعب إحنا نكرر إحنا ثقتنا كانت بيهم ليش نتغل هذه الثقة اليوم أنا إذا أتحدث لحدها اللحظة كمسعف نعم شكرا لكل جهودك التي تبدوها نتمنى يعني لإنقاذ حياة الآخرين شكرا جزيلا لك أن المسعف والناشط خلدون الصعب كنت معنا مباشرة من بغداد